اليوم سنتحدث عن العلامة ابن خلدون لو تحدثنا عن المشروع التجديدي ومشروعه بالتأكيد كله تجديد ولكن مفاتيح هذا المشروع من وجهة نظر فضلته كانت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ولد عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله تعالى في تونس وتخرج وكان اكبر من علمه ودرس عليه وقر عليه كان ابن خلدون تولد في سنة سبعمية واحد وثلاثين سبعمية واحد وثلاثين وميت ثمنمائة وثمانين حصلت حاجة في هذا القرن يعني تذكرنا بما نحن فيه الآن والحمد لله رب العالمين أن يصرف عنا الوباء والبلاء حدث في سنة تسعمية سبعمية تسعة واربعين سبعمية تسعة واربعين ما يسمى بالوباء الأعظم وساعتي سموه الوباء الأسود الأعظم وساعتي سموه الطاعون الأسود وده حصل في حوض البحر المتوسط كله يعني حدث في مصر حدث في تونس حدث في المغرب حدث في إيطاليا وكان سبب هذا الوباء بدأ من الهند جاءت بعض الفئران والفئران تحمل مرض الطاعون من المراكب اللي جاية تحمل البضائع لأوروبا من الهند انتشر الوباء بقسوة وبطريقة غيرت التركيبة السكانية للمنطقة كلها فكانت هذه علامة فارقة ولما تروح عندنا وإحنا بندرس في علم الرجال والتاريخ وكذا ومنجد أنه يقول لك ومات في هذه السنة ويجيب لك الموتى من العلماء من القواد من المشهورين الكتاب الأدباء فيجيب مثلاً عشر في سنة 749 مجلد يعني يقول عنه ابن حجر العسقلاني حاجة غريبة جداً يقول ونقل الميراث في تسعة أبيات في يوم واحد يا خبر ربيان الورق كل تسعة بيوت عمالة تموت واحد يموت فتورسه مراته فتموت في نفس ذات اليوم فيورسها أخوها فيموت في نفس اليوم فتورسه مراته كده احنا بننتقل من عيلة العيلة 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 على حتة أرض معروسة هي فمراته لما تموت يورسها أبوها فيموت في نفس اليوم بهذا المعرفش اقول عليها ايه السرعة واختبالك او الشدة ففي 749 في الوباء الكبير مات ابو هوم هناك في تولس ابن خلدون احنا الكلام اللي احنا بنقوله بتاع ابن حجر في مصر مصبوط ولكن عم العالم وشوف بقى يعني الحمد لله احنا الكورونا وهي جاي بنقول الحمد لله على انه ما هواش كده يعني ما هو بينتقلش الميراث في تسعة ابيات او تسع عائلات في يوم واحد فالامر ده مات فيه ايضا العلماء اللي كان بيدرس عليهم عندنا كم سنة دلوقتي احنا عندنا 17-18 سنة ابن خلدون فاشتغل بالمناصب بقى لا روحكوا لعيش بقى مهما فيش علم خلاص الحكاية افلت والعلماء ماتوا كثير منهم وحدث يعني نوع من انواع الشعور بالغربة والوحدة وكذا الى اخرى فراح اشتغل في الدووين وكذا وبعدين انتقل ابتدى بقى يعني تمشي لفترة الوباء دي والاوباء عادة ما تكملش ثلاث سنين يعني ثلاث سنين وتنتهي فربنا يصرف عنا وباء كورونا ده وملحقاته وان شاء الله احنا في السنة التالتة فنأمل في وجه ربنا انه ينتهي ويرفع عن العالم ان شاء الله على ما جرت عليه سنن الله الكونيه اللي فراح ابتدى بقى يروح المغرب ويدرس وابتدى يروح الاندلس ويدرس وفي كل ده اظهر ذكاءا كبيرا زهن متقد محلل زهن من النوع اللي بيمسك الحاجة يحللها كده ويشوف اسبابها ونتائجها وعلاقتها مع الاشياء الاخرى وهكذا الراح واتصل بقى بالحكام وتولى مناصب كتيرة واستشارات وكذا الى اخير وبعدين اراد ان ينسالخ من السياسة السياسة ساعات بتبقى لها نفسية معينة اذا ما كنتش عندك النفسية دي ام تدائق منها متعرفش تكمل فحاول ان هو ينسحب من الامور السياسية ويركز فيه الامور العلمية اشتركوا في القناة